ان شاء الله الحرائق وملولة تمانيتنا ان شاء الله بش ربي يحمي البلاد ويحمي اتوانس الكل ونحكيه في انتظار انه تحصلوا على نطق رسمي باسم الحماية المدنية يعطينا اخر التطورات واخر الجديد في تبرقى وملولة وعند راهم والحرائق زدى المنتشرة في تونس الكل لانه زدى حتى غمرأس انه دخلت الحماية المدنية في مع توتم نقل مع تناس لمستشفى الجهوي في تطوين كيف كيف حرائق صارت في عدد من الجهات تابعة ولاية بيجا حتى في تونس الهناي معتا في شطرانة وعين زغوان تقريبا زدى كيف كيف فيها صارت فيها مش عين زغوان قريبا من مركب تجاري كبير تقريبا عين زغوان صارت فيها بعض الحرائق ان شاء الله ربي يرحمنا وربي قدر الخير نقدموا شوية في شنوها صار نحكيوا على الموضوع اللي الناس اهتمت به في فترة ما بالجدالي بالجدالي هو موضوع قضية الشهيد البراهمي والشهيد شكري بالعيد قضية الشهيدين واللي اليوم فما ندوة صحفية لهائة الدفاع متاعه ربما تكشف عن معطيات جديدة والبيرح سمعنا انه تم اصدار بطاقة اداع بالسجن للبشير العكرمي اللي كان وكيل جمهورية وفي علاقة بهذه القضية هو السعب بشن نوضح حاجة لانه سما شكون في القراءات يقول لك يعني ليد صلاة ليد خمسة وعشرين جويلة والذكرة بتاع اغتيال البراهمية قاعدة السجن دونك وكأنه فما بعد رمزي في هذه العملية لا انا انا اشنقول نقول التقاطع بين الزمن السياسي والزمن القضائي اه اذا كان من اجل خدمة الحقيقة والله بيقلقش يعني اذا كان اليوم من اجل انه تقدم في كشف حقيقة اغتيالة السياسية في تونس يصير هذا التقاطع بين السياسي والقضائي بش مشكلة المهم نحافظوا على ضمانات المحاكمة العادلة ويحاكم كل من تورط في ملف الاغتيالات وغيره الملفات اللي اضرت بتونس خلال السنوات الماضية لانه اللي صار في تونس ما كانش سهل واليوم ما توانسا شوية اخر مع نص النهار مش يتذكروا انه قبل بعشر سنين ثم تونسي كيف نكيفه حاجبي تربي تهمت الوحيدة ربما او خطائمت الوحيدة انه كان يحب تونس اخرى كان يحب جمهورية جديدة كان يحب العدالة الاجتماعية في البلاد كان يحب توانسي يعيشه في امن توانسي يعيشه في مناخم بتاع حرية وكرامة وكان يعبر وكان يعبر وكان صوته مرتفع ونذكره من اخر مداخلة للبراهمي في مجلس التاسيسي وقتها اتحدث فيه على خيوط التآمر الخارجي على تونس وكيفاش كانوا ثم محور كبير موجود كان يحب ربما يخلط الوراق في تونس ويدعم وقتها ما يسمى الاسلام السياسي والاخوان في البلادنا اتفعت ثمان غالي انه قدام داره وقدام عيلته اطلقوا عليه رصاص بشكل وحشي بشكل انساني بعد تبين انه ربما القاتل يعرفه وهذا ربما مؤلم لانه احيانا كيف يجيك الخديعة ويجيك الغدر من نزان تعرفه وهذا ربما يضعف الالم لكن بخسارة الحاج الابراهيمي وقبله شكري بالعيد انا اقول تونس خسرت زوز من ابرز ربما الوجوه السياسية باش ما اقوله زوعمة اللي كان بالامكان انه يغيروا صورة تونس بعد 2011 لانه اللي كان ربما يحب يجهض التجربة التونسية بتاع تحب تسميها انتقال ديموقراطي ثورة انقلاب لكن اللي كان ربما يمكن تكون عنده بصمته هو ما فعله شكري بالعيد ولي تم تصفيته في ستة فيبري 2013 بعد بستة شهور تم الاجهاز على الحلم هدايا على تونس جديدة باغتيال الحاج الابراهيمي انا اقول انه الابراهيمي كيتوفى نهار 25 كيستاشى نهار 25 جولية انقذ الجمهورية انقذها من الناس كانت تحب تدمر الجمهورية وتحب ترسل خلافة في تونس وكشف قدام التونسة اللي راهوا ما عندهم حتى خيار اخر قدرهم فقط ادي فعل جمهوريتهم واللي صار بعد اغتيال الشهيد الابراهيمي شيء منه ربما كان ايجابي لكن كثير منه ما كان ايجابي وذلك هلش احنا مازلنا لليوم نعاني ونكابد مخاطر كثيرة تطارد هذه الجمهورية التي نحن بها جميعا وبالتالي اليوم اذا سجن البشير العكيمي او غيروا من المعنيين بقضية اغتيال الشهيدين وغيرهم من ملفات التسفير والارهاب والعملات الارهابية في تونس واستهداف المدنيين والرعاة واستهداف ابناء المواصل العسكرية والامنية اعتقد هذا ضروري جدا واذا كان يتقاطع كما قلت السياسي والقضائي في اطار قضاء عادل وناجز انا ما عندي حتى مش نوع هو اللي يقلق انه الى حد الان ما زلنا معناش لا احكام لا لا نعرفه شكون قتل معناتها البراهمي شكري بالعيد ما الحقيقة كما يجب انه يعرفها المواطن التونسي ما زلت بعد عشرة سنوات والا ثمانية وتسعة سنوات وما زلنا ما نعرفوش معناتها تفاصيل القضايا من نوع هذه الحقيقة لا لا هو هو تم جزء تقني من الحقيقة موجود يعني من اطلق الرصاص ونوعية الرصاص ونوعية السلاح هذا كله تقريبا ما يقدر يكون معلوم وكيف تم العداد والعداد المسبق والقرار فينا يعني فميش احكام لانه هذي فينات المطاف جريمة سياسية يعني جريمة سياسية تدخل فيها الداخل بالخارج وفما حتى تمس لبعض الادلة ماذاك عليش ربما هي تدفاع الشهدين خدمة برشة على القاضي البشير العاكمي والتهمته في اكثر من المناسبة بانه طمس الكاتيم الحقيقة وتعمد تفكيك بعض العناصر في القضية تعرف في القوقات راهوا القضية هذه متى اختيرها رغم التكامل ورغم الترابط ما بين مكوناتها سواء اختيرات بتاع الشكري والبرهيمي وإلا غيرهم حتى من الامنيون العسكرين وقع التفكيك وقع التفكيك تمزقت تقريبا معناها هالملفات هذه الحقيقة تشتت ما بين عديد المكاتب وعديد الاختصاصات ربما الان ثم ربما عودة الامور او بداية عودة امور النصفة قلت دائما لابد ان يكون ذلك في اطار العدلة الحقيقية في اطار قضاء عادل ونجس باش ميتطلم حتى واحد اليوم ما من حق بشي لكن غيره في محاكمة عادلة يتحمل فيها ومسؤوليته على ما اقترفه او ما قد يكون اقترفه توجاه تونس لانه اللي صار ما هواش جريمة حق عام ودي ما نقولها هذي ماشي جريمة سيل ولا جريمة عركة على ورث ولا عركة على جيران واحد لا لا هذي عملية اغتيال سياسي استهدفت البلاد استهدفت قيام البلاد استهدفت الراية الوطنية استهدفت الجمهورية نذكروا منيح المناخ اللي صارت فيه الجرائم هذية يعني ناس تحبت نحية علم تونس حتى علم ما اخر راهوا 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 كيف حبوا نرجعوا للفترة اللي عاشناها وقتها راهوا آآ مرينا بفترة كانت فيها الجمهورية وكانت فيها تونس مستهدفة واستمرت نذكروني حتى بعدين ناس فكرت حتى تقيمنا الامارة في بنجردان واليوم ما نقولوا انه ربما الابراهمي يعطى نفس جديد الجمهورية بدمه في آآ الفين وقتلتاش هذك علش احنا مطالبين بمواصلة العمل من اجل حماية هذه الجمهورية وتجديدها وتعزيزها ربي يرحم الابراهمي والشهيد زيدا شكري آآ بالعيد الشهيدين ربي يرحمهم ويرحم كل الشهداء اللي اعطاوا حيتهم اعطا في سبيل هالبلاد هذية وآآ نرجعوا